هعمل لكم أكلة حلوة كده النهاردة أكلة حلوة كده على السريع أكلة نهاية الأسبوع ونهاية الشهر أكلة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معنا وقت بدون لحمة أو فراخ أجيب حالة حطها على النار أحط فيها معلقتين زيت على النار متوسطة أحط فيها كسم قرونة أي شكل يعجبك زي ما موضح أمامك كده بالشكل ده حمرها كويس كده أو تقلل فيها كده لحد ما تحمر معايا تمام كده نصلى على رسول الله ومصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعي وصحبه وسلم وإن كنت وصلت لحد كده ياريت بقى تشجعينك كده وتديني لايك من قيدك الحلوين دول عشان يرفع من مستوى القناة وأقدم لكل جديد طبعا بعد ما حمرتها كويس جدا زي ما موضح أمامك كده بالشكل ده أخذت اللون الدهب الجامد جدا الحلو ده ما شاء الله تمام كده هجب بها معلقتين صلصة كبار بالشكل ده وأثناء ما هي على النار وبقلبها كده زي ما حضرتك شايفة كده تمام كده لايلا الله سيدنا محمد الرسول الله أقلبتها بالشكل ده أود أقلبها كده لحد ما يدوبك كده أخد ده أشتاشا كده يعني تتقلب كويس جدا بالطريقة دي هجب بها حبة طماطم متقطعة مكعبات صغيرة وأود أقلب فيها برضو بالطريقة دي أقلبها كويس كده تمام هجب بها فلفلاي مقطع برضو مكعبات صغيرة وحطها عليها وأقلب برضو كويس جدا دي أجلة المستعجلين جماعة الموظفين اللي جايين من الشغل المستعجلين عاوزين يعملوا كده حاجة حلوة جادة على السريع يعملوا تمام هجب بها في الفلاة صفرة وأطعها كده صغير برضو وحطها بالطريقة دي ممكن لو حطتت أم مهروس أو بصل مكعبات صغيرة ممكن تحطها كويس جدا عادي يعني الجماعة اللي بيحبوها كده ويعني تمام ملح بقى فلفل سوط بهارات بهارات اللي انتي حباها عاوزة تحط شطة وتشط شطها كده وتخليها حلوة أوكي ماشي حلوة جدا أعطي بقى مياه مغلية كده تمام كده هلتها كويس جدا غطي عليها بقى واسيبها تقود وتد مع نفسها كده لحد ما تستوي معاي تمام تمام كده شكلها كده بعد ما استوت وبعد شكلها بالمنظر ده جميلة جدا وتحفى ورحيتها بقى تجيبك لآخر الشارع أكنك عاملة أكلة جامدة متينة حلوة جدا سهلة وبسيطة ماشا تاخد مع نواة وطعمها روعة جدا وخطير بسم الله ما شاء الله تمام تاكلها 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 بألفهن يا رب ما تنسي نجبها حلوة ما تعمل الترياضي وتقرر بيها واللايك وشير وصب اسكريب للقناة عشان يقدم لكل جديد أترككم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة